اربع فرق عسكرية من قوات الجيش انسحبت بشكل مفاجئ من مدينة الموصل تاركة مواقعها لبضع مئات من عناصر تنظيم داعش هذا ما حدث في العاشر من حزيران عام 2014 حينما اجتاح تنظيم داعش ثاني اكبر محافظات العراق ليسيطر التنظيم بعدها على نحو ثلث مساحة البلاد وسط عجز عسكري حكومي عن صد ذلك التوسع في الذكرى الثامنة لسقوط الموصل بيد عناصر التنظيم يستذكر العراقيون ما خلفه الحدث من مآس وجرائم وحرب مروعة اسفرت عن مقتل واصابة مئات الاف العراقيين واختطاف وتغييب عشرات الاف اخرين وتشريد الملايين خارج مدنهم بجانب التغييرات الكبيرة في المشهدين السياسي والامني في البلاد وحتى الاجتماعي منه بعد اجتياح الموصل من قبل داعش اعلنت الولايات المتحدة الامريكية تشكيل تحالف دولي بهدف القضاء على التنظيم وملاحقة زعمائه فيما بدأت الاجهزة الامنية تحشيد قواتها وتم تشكيل ميليشيات الحشد بداعي استعادة السيطرة على المدن المنكوبة فيما عرف حينها بعمليات التحرير عمليات كلفت السكان المدنيين خسائر بشرية ومادية يصعب حصرها الى اليوم بعدما اعلن عن انتهاء الحرب اواخر عام 2017 باستعادة الموصل الا ان اثارها التدميرية ظلت شاخصة حتى يومنا هذا حيث بلغت كلفة الدمار وفقا لوزارة التخطيط اكثر من ثمانية وثمانين مليار دولار كان للموصل منها النصيب الاكبر علامات استفهام كبيرة حول ملابسات احداث الموصل ما زالت تطرح في الشارع كل عام دون اجابة شافية ناهيك عن تستر القضاء ومنذ عام 2015 عن محاسبة ابرز المتورطين بهذه الجريمة وعلى رأسهم نور المالكي الذي كان رئيسا للحكومة انذاك بجانب قيادات امنية وعسكرية في مكتبه الا ان ايا من تلك الاسماء لم تستدعى للتحقيق ثمان سنوات مرت على احداث الموصل ولا تزال فرق الدفاع المدني ومنظمات حقوقية تعلن بين فترة واخرى عن العثور على جثث تحت الانقاض في المدينة قضت نتيجة للقصف الجوي والمدفعي الكبير الذي تعرضت له الموصل سقوط الموصل كان مكسبا كبيرا للأحزاب الحاكمة وميليشياتها بل ولدول اقليمية حيث تحولت عمليات استعادة الموصل الى صفقات تربح سياسي واقتصادي للميليشيات المنتشرة في المدن المنكوبة على حساب سكانها وفي المقابل لا يزال الكثير من سكان الموصل نازحين بعد هدم منازلهم وعدم وجود عمليات اعمار حقيقية حيث تستمر سياسة تهميش سكان المدينة والتحريض عليهم بخطاب الكراهية المعروف لدى الاحزاب الحاكمة في بغداد تمييع ملفات التحقيق في الجرائم والمجازر سمات تميز حكومات ما بعد عام 2003 باعتراف زعماء الاحزاب الذين لا يتحاشون الحديث عن مغوطهم على القضاء لتغييب الملفات التي تدينهم ومن ضمنها ملف الموصل الذي يشهد اكبر عملية احتيال على التاريخ اشتركوا في القناة